يقولوا غيرهم طبعا من الأسماء النجوم اللي سيطروا على أوروبا بالطول العرض لتلتة أربعة وخمس أو أقول يا سيدي ست مواسم ثم اختفى برشونة من على الساحة مش بس أوروبين لكن كمان محليا مقيس على كده كتير عندها في إيطاليا وعندها في ألمانيا وعندها في إنجلترا وعندها في أسبانيا وغيره 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 لكن الأهلي مرتبطتش نجاحه أو مرتبطتش نجاحه بجيل الخطيب ومصطفى عبده وربيع سين ومير همام وعلاق ميهوب ومجدي عبدالغني وقسامة عرابي ولا من بعدهم أحمد شبير وحسام حسن وابراهيم حسن وهدي خشبة وشام حنفي ووليد صلاح الدين ولا من بعدهم بيبو وساد عبدالحفيز وحسام غالي ولا من بعدهم تريكا وجده وبركات وعمد متعب ولا من بعدهم ولا من بعدهم ولا من بعدهم بل إنه مستمر الحقيقة في تحتيم الأرقام القياسية اللي هو هو اللي بيحمل لقابها الجيل الحالي حقق أنجاز كبير جدا 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 وتتويجه بالنسخة دي هيحطه على مستوى الأرقام على مستوى الأرقام في حتة خارج المقارنة خارج المنافسة خمسة نهائي أفريقيا على التواجد وإذا قدر لنا إن احنا نفوز بالبطولة دي إن شاء الله نحن لها بالمرصاد بإذن الله قادرين على تخطي الترجي مباراة تكون صعبة جدا وحتكلم عليها والأيام جاية كتير طبعا هحاول أقرب من حداركم لأن كل الناس كانت مركزها في كل الناس بحب أسأل السؤال حتى أوف آير يعني برى الهواء طبعا كل الناس كانت متوقعة بنسبة 90% أنه ساندونز هو اللي هيوصل لمباراة النهائي نادرا نادرا تقريبا ما فيش حد توقع كله كان يتمنى يعني يقول لك أتمنى أن أنا وجه الترجي لكن ساندونز هو اللي هيوصل المباراة النهائية وقد كان إنه الترجي فعلها وقدر يتخطى ساندونز الترجي والأهلي والأهلي والترجي تاريخ طويل جدا من الصراع اتنين من أكبر أندات إفريقيا خدوا بالك نسخة الترجي السنة دي مختلفة يمكن ما تكونش النسخة الأقوى بالنسبة للترجي كواحد من أكبر أندات إفريقيا لكنها بالتأكيد نسخة مسهلة على الإطلاق وما تفتكرش أنه الترجي اللي هنلعبه في 18 و24 الشهر الجاي هو الترجي اللي احنا فوزنا عليه زهابا وقيابا في نسختين قبل نهاية دور الأبطال في السنوات الأخير لا ترجي مختلف الحقيقة كله يعلم تماما قيمة النادي الأهلي وكله يعلم تماما قدر المارض الأحمر وبالتأكيد الخوف كله الحقيقة زي ما حصل إمبرح في لقطة هدف مازينبي اللي تلغى الهاندبول الكل بيلعب على فكرة وأنا دايما حتى كواحد من جماهي النادي الأهلي بخاف دايما من الفكرة دي عارف كده عارف اللعبة على الكرة الضلة دايما كل مطش كده في كرة ضلة كرة فيها تلاقي فريق بيدفع طول 89 دقيقة وفي دقيقة واحدة بيعمل هجمة احصل فيها حالة ارتباك أو توفيق زيادة عن اللزوم فتلاقي كرة دخلت الشبكة فتلاقي الدنيا والسيناريو يتعقد وده اللي كان بيلعب عليه مازينبي وكان واضح من الدقاءة الاولى في مطش مبارح انه في تعليمات واضحة ان احنا نسرق الوقت المهم ان احنا نسرق الوقت نخطف امتى وقت ما نخطف لكن قدام الاهلي ما تلعبش كورة قدام الاهلي تمثل تضيع وقت تستفز تعمل اي حاجة غني تلعب كرة قادر ده اللي كان بيلعب به مازينبي مازينبي واحد من اقوى انديت قارة افريقيا مبارح قدام النادي الاهلي مكاسب الاهلي مبارح واحد مارسل كولر لازم اتكلم عليه الحقيقة اوقات كتير من يبقى مشراضين كجمهور اوقات كتير جدا بيبقى لنا تخفزات بيبقى لنا اعتراضات لكن هذا الرجل ودائما الحساب في الاهلي ودي فلسفة الادارة النكحة الحساب ابدا عمره ما يكون بقطعة التقييم ابدا ما يكونش لم مباراة ولا حتى بخسارة بطول التقييم يبقى بالنتيجة الاجمالية التقييم يبقى دائما في نهاية المشوار كجمهور من حقك تعترض من حقك تختلف من حقك تشوف انه في بعض الثغرات او في بعض النقاط الضعف اللي احنا بنشتغل عليها او في بعض النتاج اللي ممكن ما تكونش راضي عنها لكن لما تيجي تتكلم على الارقام الارقام دائما لا تجذب ولا تتجمل تتكلم على انه الاهلي كسر الرقم اللي بيحمل او بيحمله مع الاهلي منويل جوزيه بعدم الخسارة افريقيا لمدة 19 مباراة احنا مبارح وصلنا ل20 مباراة متتالية 20 مباراة متتالية بدون خسارة هذا الرقم قابل للزيادة طبعا قابل للزيادة خليه اقولك انه الرقم دا مش بس افريقيا دا الرقم دا عالميا يعادل رقم ريال مدريد اذا كنا بنتكلم على قطبين مش على مستوى المنافس عشان حدش ياخد كلامي غلط بس الان بيكلم على مستوى الارقام اذا كنا بنتكلم على قطبين عالميين بيتنفسوا رقميا فالاهل في مواجهة الريال والريال في مواجهة الاهل الفارق شاسعة او شاسعة وبقولها انا عشاش النادي الاهلي طبيعي انا بتكلمك عن ريال مدريد قوة اقتصادية جبارة نجوم هما الافضل على مستوى العالم تاريخ عظيم جدا لكن رقميا الاهل ينافس الريال والريال ينافس الاهل مارسل كولر امبارح الحقيقة لعب جيم كبير جدا والحقيقة كمان يحسب للعب النادي الاهلي وانا هديك بعض الامثلة والمطش ده كان يخلص سكر اكتر من كده بكتير لو كنا شوية مش متوترين كنا اكتر هدوء كنا اكتر واحسن استغلالا للفرص في الخمسة واربعين ديال الاولى تسجيل الاهلي لهدف مبكر او في الخمسة واربعين ديال الاولى كان هيفتح الجيم بشكل كبير جدا والسيناريو اللي حصل في نهاية المباراة كان هيبقى سيناريو الشوت التاني يبقى أكمله فبالتالي الاهلي مبارح كان كلهم نجوم الحقيقة لانا استثني احدا محدش كان غاب او حد كان بعيد عن مستوى لكن في الحقيقة وقفة ليه بقول لحضراتكم وقفة